من القاهرة ينضم إلينا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس دكتور أيمن ما الذي يمكن أن يقوله الرئيس أبو مازن غدا في الجامعة العربية أبدا أن أصدر أوقاتك وأوقات كل أستاذ المشاهدين كما هو ما توقع أبو مازن وصل لمساء اليوم التقى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد بلغيط وغدا سيشارك اجتماع وزراء الخارجي العرب المتوقع أن يطرح أبو مازن الثالث وهو مطلب فلسطين أولا رفض عربي كامل واضح لصفقة ترامب الأمر الثاني التأكيد على أن حل الدولتين هو حل الدولتين على حدود دولة حدود الرابع في عام 1967 وعاصمة القدس كما تنص المبادر العربية للسلام بشكل واضح يعني التأكيد على المبادر العربية للسلام ثلاثة الدعوة لمؤتمر دولي للسلام برعاية دولية وليس برعاية أمريكا أربعة شبكة أمان فلسطينية في حال أقدم الفلسطين على قطع اتصالاتهم بالإسرائيل هذه أكثر قضايا متوقعة أن يطلب فيها ولكن أنا أعتقد أن خروج بيان بهذه النصوص سيمثل حرجة لبعض العواصم العربية التي اعتقدت أن خطة ترامب قد تكون فرصة لتحريك المياه الراكدة كما تعلم أخي الكريم وعلم كل أستاذ المشاهدين أن المفاوضات توقفت من إبريل عام 2014 بشكل كامل تم إعادتها في حرب 2014 ولكن فقط من أجل التهدى ولكن لم تعد العملية السياسية مرة أخرى لسكة عملها الطبيعي وبالتالي معطل بعض العواصم ترون أن هذه فرصة تدرك أن هناك قضايا مهمة قد حدفت من ملفات صراع مثل القدس واللاجئين وأيضا الحدود والمياه وهذه القضايا لا تمثل خطوط حمراء لدى كل الفلسطينيين ولكن يعتقدون هذه فرصة لتحريك المياه الراكدة لذلك أنا أعتقد المطالب الفلسطينية لن يحصلوا عليها هذه المرة رزمة واحدة كما كان بالعادة أتأكيد على قضية فلسطينية قضية الأمة العربية هذا بشكل طبيعي وسيؤكدوا عليه ولكن أعتقد أن يصل أبو مازل ويأخذ هذا معه هو أيضا نفسه لم ينهل العلاقة مع الاحتلال أخي يعني أنا كتير بكره التضليل الإعلامي موضوع أنه نستطيع أن نوقف التنسيق الأمني أبو مازل لو وقف التنسيق الأمني فلا لا يستطيع أن يخرج من المقاطعة مقر إقامته في رمالة إلى القاهرة أو حتى إلى غز حتى إرسال وفد اليوم أنا استمعت لبعض القيادات التي تصرح أننا سنرسل وفد إلى غزة وقد أنهينا انقسام أنا استمعت لضيفك الكريم الأخ حسن عبد وبالتالي موضوع المصالحة أنا أعتقد بعيدة أيضا بغض النظر عن ما تم استخدام للتضطيل الإعلامي والتنفيذ عن جمهير شعبنا لحاجة واحدة أن التنسيق الأمني لا زال موجود لا يستطيع أن تحرك أي شخصية من الضفة الغربي إلى غزة إلا بتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية أو مع الجهات الأمنية الإسرائيلية بالتالي لا تستطيع أن تدخل وفدا فلسطينيا من الضفة الغربية إلى غزة وبالتالي ستوضع مرة أخرى دكتور أيمن ألا يصيب كل هذا الكلام إن كان من صعوبة المصالحة التي تحدث عنها جميع القوى الفلسطينية بأنها هي الضرورة وهي الخطوة القادمة بلا أي مشاكل سابقة وأيضا بأن الإجماع العربي على الرغبات الفلسطينية سيكون صعبا ألا ينقل إحباطا لدى المواطن العربي كل هذه الإخفاقات بالتأكيد لذلك أنا دائما أقول أنه يجب أن يعني ما بيحك دارك لطفرك إلا من نوحد نحن بيتنا في البداية فلا نطلب تضامن لا عربي ولا دولي منا مهم جدا أخي الكريم أن ندرك أن أردنا أن نتجرد من كل إعلاقاتنا الإقليمية ونتجرد من بعض المصالح والتفاقمة أن نصل إلى روابط فلدينا الكثير يمكن فكرة المصالحة والتجاوز كل هذه الإنسانات قد تأخرت كان بالإمكان في السادس من ديسمبر عام 2017 عندما أعلن تراب أن القدس عاصمة الاحتلال ونقل صفرته كان لابد من أن يكون هناك ميلاد حالة وحدة عفوا فلسطينية عميقة ولكن للأسف هذا لم يحدث نتيجة ارتباطات بعد الفصائل إقليميا ونتيجة ارتباطات بعد الفصائل في مصالحها الشخصية أعتقد أن التاريخ يسجل أخي الكريم ولن يرحمه الآن حتى تصل إلى مصالح حقيقية بشكل أو بآخر يجب أن تنهي أوسلو بكل محتوياته وتلغي كل منتجات من ضمنها التنسيق الأمني وتذهب لتشكيل استراتيجية فلسطينية واضحة وفي نفس السياق حماس يجب أن تتجرد من كل الضغوط الإقليمية الخارجية وأيضا أن تلتزم في رؤية فلسطينية واحدة في هذه الحالة نستطيع أن نتحدث أن هناك لدينا استراتيجية واحدة على فكرة منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية عام 1965 ونحن لم يكن لدينا استراتيجية واحدة إلا في محطات صغيرة جدا ثم رجعنا نختلف تاني للأسف الشديد ولذلك لاحظنا أن حماس وجهة الإسلامي خارج منظمة التحرير الفلسطينية أعتقد أن القضية الفلسطينية التي هي في مهب الريح والحالة الفلسطينية أسوأ من حالتنا عام 1948 المنى التحد فإن التاريخ لن يرحم وسيخرج من بين شعبنا جيل قادر عن نتجاوز كل غالة دكتور أيمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس كنت معنا من القاهرة شكرا لك